بحضور يسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقعت لجنة الأولمبية البحرينية مع مجموعة جي ايف اتش المالية عقد رعاية بطولة جي ايف اتش لكأس العالم للغطس العالي المؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية الفين وخمسة وعشرين والتي ستقام في مشروع هاربر نورث التابع للمجموعة في البحرين في سبتمبر المقبل برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ووقع الاتفاقية من جانب اللجنة الأولمبية الأمين العام سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي ومن جانب مجموعة جي ايف اتش المالية السيد صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية بالمجموعة وبموجب الاتفاقية ستوفر جي ايف اتش الموقع والمرافق المطلوبة لإقامة المنافسات لاستقبال أفضل ستين غطاس من كلا الجنسين على مستوى العالم وسيتم معتماد الارتفاع القانوني للقفز على مستوى الرجال سبعة وعشرين مترا وهو أعلى ارتفاع معتمد من قبل الاتحاد الدولي للألعاب المائية وعلى مستوى السيدات عشرين مترا وستبرز هذه الفعالية العالمية إمكانات مملكة البحرين في استضافة أرقى البطولات العالمية في الرياضات المائية مع توفير البحرين هاربر للموقع المثالي لهذه المنافسات الدولية بفضل تصميمه المعمري الفريد وأجوائه الأيقونية وجهزيته وبهذه المناسبة أعربى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن تقديره لمجموعة جي ايف اتش المالية على رعايتها للبطولة العالمية التي ستقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين بشراكة مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية مثمنا سموه الدورة البارزة الذي أصبحت تلعبه الشركة في دعم مختلف البطولات والفعاليات التي تقام على أرض المملكة لتكون في طليعة الشركات الوطنية الداعمة للقطاع الرياضي معربا عن سعادته لإقامة بطولة جي ايف اتش العالمية للغطس العالي الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الأولمبية لاستضافة أكبر البطولات العالمية بمختلف الرياضات إلى ذلك أكد السيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي ايف اتش أن رعاية هذا الحدث العالمي يعد انطلاقا من حرص المجموعة على المساهمة الوطنية في دعم قطاع الرياضة وتنميته كما أنه يجسد دور المجموعة في خدمة المجتمع بصورة عامة من جانبه أعرب سيد برينت نويكي الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضات المائية أعرب عن التطلع قدما إلى نقل منافسات بطولة كأس العالم للغطس العالي إلى أفاق جديدة من النمو انطلاقا من مملكة البحرين مشيدا بما تمتلكه المملكة من مقومات لجعل البطولة أكثر تميزا اشتركوا في القناة